موسيقى بناتي أبناء الأعزاء تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي مرحبا بكم اليوم نقدم لكم حسة مراجعة في مادة الرياضيات محتواها التدرب على حل المسائلي هدف الحصة يوظف المتعلم مكتسباته المتعلقة بحساب مساحة شبه المنحرف وحساب مساحة المثلث ومحيط شكل مركب وحساب عددين مجهولين مجموعهما معلوم وأحدهما كسر من الآخر في حل مسائله قبل البداية إذن أذكركم كما ذكرتكم في الحصص الفارتة يمكنكم استعمال مدونة الرياضيات للسنة السادسة والتي يمكنكم تحميلها عبر الدخول إلى الموقع المركز الوطني البداغوجي أمامكم إذن سنبدأ الآن بالتمرين الأول وهو موجود في الصفحة 124 التمرين الثاني في المدونة إذن يملك مواطن قطعة الأرض الممثلة بالرسمي أبا جيم دل إذن أبا جيم دل معين قيس قطريه بالمتر أربعون وثلاثين دل جيم كاف عين إذن دل جيم كاف عين مربعون قررت البلدية إنجاز طريق خدمة للمصلحة العام فاشترت من عنده جزءا من أرضه إذن هذا الجزء هو الجزء الملون وهو صاد سين كاف عين قبض هذا المواطن من البلدية ثمن قطعة الأرض فتمكن من تسديد دين مقدر بثلاثة أخماس ثمن بيع الأرض وبقي له 1800 دينار السؤال الأول ماقيس مساحة الجزء دل جيم كاف عين إذن نحن هنا دل جيم كاف عين جزء مربع الشكل إحسنتم إذن الجزء المربع مساحة المربع نعم يساوي ذلع في ذلع السؤال الثاني ماقيس المساحة المتبقية من خطعة الأرض التي كان يملكها هذا المواطن المساحة الجملية التي كان يملكها هذا المواطن ممثلة في هذا الشكل إذن أ ب جيم كاف عين دل أ إذن أخذت منها البلدية المساحة الملونة صاد سين كاف عين سنبحث عن المساحة المتبقية شاهدوا معي المساحة الغير ملونة هي المساحة المتبقية لهذا المواطن السؤال الثالث والأخير كم دفعت البلدية مقابل كل متر مربع من هذه القطعة ويقصد هنا بالقطعة الملونة بطبيعة الحال إذن نحن هنا السؤال الأول سنبحث عن قيس مساحة الجزء دل جيم كاف عين قلنا الجزء المربع إذن مساحة المربع تساوي ظلع في ظلع نعم نحن لا نعرف الظلع هنا إذن أحسنتم لابد من البحث عن قيس الظلع عندما نشاهد الرسمة ونشاهد المعطيات إذن كيف سنقوم بذلك؟ نعم سنبحث عن قيس ظلع المربع عبر المرور بالشكل الأول أحسنتم الشكل أبا جيم دل ما نوعه؟ إذن الشكل هو معين وهذا ما يجرنا إلى تذكر قواعد المعين أحسنتم أحسنتم نتذكر معا قواعد المعين إذن أمامنا المعين بطبيعة الحال المعين إذن دائما سيكون متقايس الأضلع نعم أحسنتم في هذه الملاحظة أبناء العزاء المعين سيكون متقايس الأضلع مساحة المعين أحسنتم نعم مساحة المعين يمكن حسابها بطريقتين مختلفتين الطريقة الأولى نشاهد أمامنا إذن قطر صغير في قطر كبير على إثنين الطريقة الثانية الظلع في الارتفاع بطبيعة الحال الظلع في الارتفاع بما أن أضلع المعين كلها متقايسة كذلك ارتفاعاته بطبيعة الحال ستكون متقايسة إذن ظلع في الارتفاع إذن سنطبق ذلك على وضعيتنا بالنسبة لنا إذن نحن قلنا سنبحث عن مساحة الجزء دلجيم كافعين وهو جزء مربع إذن المربع يساوي ذلع في ذلع مساحة المربع تساوي ذلع في ذلع إذن نحن سنبحث عن هذا الذلع سنبحث عن الذلع كيف سنبحث عن الذلع قلنا نشاهد أمامنا إذن أمامنا المعين والذي نملك المعطيات الخاصة به وهي القطرين القطر الكبير 40 مترا القطر الصغير 30 مترا مع ذلك نجد كذلك الارتفاع وهذا المعطى موجود في الرسم إذن أبناء الأعزاء أذكركم بشيء يمكن أن تكون هناك معطيات موجودة في الرسوم المصاحبة للوضعيات إذن لا تكتفوا بقراءة الوضعية فقط بل لابد من قراءة الرسم المصاحب لها فيمكن أن يكون المعطى الذي نستحقه في الإنجاز يكون موجودا في الرسم ولا يكون موجودا في نص الوضعية انتبهوا جيدا أبناء إلى هذه الملاحظات إذن نحن بما أن مساحة المعين تحسب بطريقتين وهي سنجدها نفسها عندما نحسبها بالقطرين أو نحسبها بالظلع والارتفاع سنجد نفس المساح إذن بما أن قطر كبير في قطر صغير على اثنين تساوي الظلع في الارتفاع أحسنتم إذن بماذا سنبدأ نعم سنبدأ بحساب مساحة الجزء المعين كيف ماذا سنستعمل نحن بالنسبة إلى هذا المعين لدينا ثلاث معطيات قطر كبير يساوي أربعين مترا قطر صغير يساوي ثلاثون مترا وارتفاع يساوي أربع وعشرون مترا بطبيعة الحال عند حساب قيس المساحة سنستعمل المعطيات التي تمكننا من استغلال القاعدة كليا بطبيعة الحال نحن لدينا قاعدتين في حساب مساحة المعين قطر كبير في قطر صغير على اثنين وظلع في الارتفاع أي القاعدتين سنستعمل أحسنتم نعم سنستعمل القاعدة الأولى لماذا نعم لأن القاعدة الأولى قطر كبير في قطر صغير على اثنين توجد معطياتها كاملة بينما نعم القاعدة الثانية لدينا معطى فقط وهو الارتفاع إذن لا يمكن أن نستعمل القاعدة الثانية سنستعمل القاعدة الأولى عندما نطبق ذلك في وضعيتنا إذن أربعون ما هو ما تمثل القطر الكبير في ثلاثين القطر الصغير على اثنين إذن أربعون في ثلاثين أحسنتم يمكنكم الاستعانة بالحساب الذهني هنا أربعون في ثلاثين يساوي ألف ومئتان على اثنين يساوي ستمائة متر مربع الآن إذن وجدنا مساحة الجزء المعين نتذكر الآن نحن نريد أن نبحث عن الظلع إذا علمنا أن القاعدة هذه المساحة تساوي ظلع في الارتفاع إذن المساحة تساوي الظلع في الارتفاع نحن هنا سنبحث عن قيس الظلع أحسنتم العملية العكسية لعملية الضرب هي عملية القسمة إذن عند البحث عن قيس الظلع ماذا سنفعل؟ إذن المساحة سنقسمها على الارتفاع سنجد قيس ظلع المعين وهو كذلك يمثل قيس ظلع الجزء المربع بطبيعة الحال إذا سنطبق هذه القاعدة على الوضعية الآتية بما أن المساحة 600 متر مربع والارتفاع ارتفاع المعين 24 مترا إذن المساحة 600 سنقوم بقسمتها على الارتفاع 24 لنجد قيس الظلع إذن قيس ظلع المعين والذي يمثل كذلك ظلع للمربع يساوي 600 على 24 يساوي 25 مترا الآن أحسنتم يمكننا البحث عن مساحة الجزء المربع إذن مساحة الجزء المربع دل جيم كاف عين هذا الجزء المربع إذن بطبيعة الحال نتذكر مساحة المربع تساوي ذلع في ذلع وجدنا الذلع وهو يساوي 25 مترا إذن 25 في خمسة وعشرين يساوي 625 مترا مربعا السؤال الثاني سنبحث عن المساحة المتبقية من الأرض التي كان يملكها البواط إذن المساحة التي انتفعت بها البلدية هي مساحة المستطيلة الشكلي بطبيعة الحال طولها يساوي ذلع القطعة المربعة وعرضها يساوي 12 مترا إذن مساحة المستطيل أحسنتم هي الطول في عرض إذن الطول 25 في العرض الذي يساوي 12 مترا تساوي المساحة 300 متر مربع إذن المساحة التي انتفعت بها البلدية 300 متر مربع الآن يمكننا أن نبحث عن المساحة المتبقية من الأرض التي كان يملكها المواطن بما أننا وجدنا مساحة الجزء المعين ومساحة الجزء المربع وهتين المساحتين تمثلان المساحة الجملية للأرض التي كان يملكها المواطن إذن سنقوم بعملية الجمع إذن مساحة المعين والتي تساوي 600 متر مربع ومساحة المربع والتي تساوي 625 متر مربع سنجمعهما ونطرح منهما المساحة التي انتفعت بها البلدية وهي مستطيلة وتساوي 300 متر مربع إذن كذلك يمكننا إنجازة العملية ذهنيا 600 مع 625 يساوي 1225 نطرح منه 300 أو يمكننا أن نطرح 600 إلا 300 يساوي 300 مع 625 يساوي 925 متر مربع الآن سنمر إلى السؤال الثالث سنبحث عن المبلغ الذي دفعته البلدية في المتر المربع الواحد إذن الذي دفعته البلدية في المتر المربع الواحد من المساحة المستطيل المساحة الملونة إذن نحن نريد أن نبحث عن ثمن المتر المربع الواحد إذن لا بد أن نبحث بما أن نعرف المساحة الجملية نعم احسنتم أبنائي نعرف المساحة الجملية إذن لا بد أن نبحث عن ماذا نعم لا بد أن نبحث عن الثمن الجملي الذي دفعته البلدية في كامل قطعة الأرض وهذا إذن سنبحث عنه أولا إذن المعطيات التي سنستعملها في هذا السؤال إذن قلنا قبض هذا المواطن من البلدية ثمن قطعة الأرض فتمكن من تسديد دين مقدر بثلاثة أخماس ثمن بيع الأرض وبقي له 1800 متر مربع إذن هذا المواطن أخذ ثمن الأرض طرح منه مبلغا ليسدد دينا إذن ثمن الأرض مجهود كذلك المبلغ الذي خصصه لتسديد الدين إذن هو ممثل بعدد كسري سوي ثلاثة أخماس فبقي له الباقي إذن 1800 دينار إذن إذن فمن الأرض نطرح منه مبلغا لتسديد الدين طرح منه فبقي له 1800 دينار إذن هنا أمامنا معطيات مختلفة عدد كسري وعدد صحيح إذن كيف سنقوم بذلك؟ إذن أولا أحسنتم سنبحث عن العدد الكسري الذي يمثل المبلغ المتبقي إذن انتبهوا جيدا أبنائي وبناتي بما أن المبلغ المخصص لتسديد الدين بالعدد الكسري يساوي ثلاثة أخماس أحسنتم هذا يحملنا إلى أين؟ فمن الأرض بالعدد الكسري كم يساوي؟ نعم فمن الأرض بالعدد الكسري يساوي أحسنتم خمسة أخماس إذن ثمن الأرض بالعدد الكسري خمسة أخماس طرحنا منه مبلغ لتسديد الدين والذي يساوي ثلاثة أخماس نجد الباقي ألف وثمانمائة دينار إذن سنكتب هذه العملية إذن خمسة أخماس والتي تمثل ثمن الأرض نطرح منها ثلاثة أخماس والتي تمثل المبلغ المخصص لتسديد الدين سنجد هذا العدد الصحيح والذي يمثل الباقي والمساوي لألف وثمانمائة دينار إذن بطبيعة الحال نشاهد هنا إذن عملية طرح للأعداد الكسرية يمكننا إنجازها بكل سهولة لماذا؟ لأن المقامات موحدة بطبيعة الحال المقام سيبقى على حاله خمسة إذن خمسة إلا ثلاثة يساوي الخمسين الخمسين وهو ما يمثل الباقي والمساوي بالدينار ألف وثمانمائة دينار نعم أحسنتم أبنائي هنا نحن سننطلق من جزء هذا الجزء وهو الباقي لنبحث عن المبلغ الجملي الذي يمثل ثمن الأرض بطبيعة الحال هذا الجزء كذلك يمثله عدد كسري يساوي الخمسين عند الانتلاث أحسنت عندما ننطلق من الجزء إلى الجملة سنضرب ذلك الجزء نعم في مقلوب العدد الكسري الذي يمثله إذن عندما نطبق ذلك على هذه الوضعية إذن بطبيعة الحال خمسة أخماس التي تمثل الثمن الجملي للأرض سنترح منها المبلغ المخصص لتسديد الدين والذي يساوي بالعدد الكسري ثلاثة أخماس سنجد الخمسين والذي يمثل الباقي المبلغ الذي دفعته البلدية في القطعة المنتفع بها إذن ألف وثمانمائة الباقي في مقلوب العدد الكسري إذن بما أن العدد الكسري هو الخمسين إذن هنا سنقسم على اثنين ونضرب في خمسة سنجد أربعة آلاف وخمسمائة دينار إذن هنا توفر لنا لدينا المعطيين اللازمين للبحث عن ثمن المتر المربع الواحد وهما الثمن الجملي للأرض والمساحة الجملية للأرض التي انتفعت بها البلدية إذن دفعت البلدية مقابل المتر المربع الواحد أربعة آلاف وخمسمائة على ثلاثمائة يساوي خمسة عشر دينار إذن هذه هي الوضعية الأولى الآن سنمر إلى الوضعية الثانية في درسنا اليوم وهنا سنغير سنحتاج إلى كتاب الرياضيات لسنة السادسة من التعليم الأساسي إذن ونأخذ الكتاب على الصفحة مئة وخمسة وعشرون التمرين العاشر فوتت بلدية في قطعة الأرض أبا جيم دال إذن أبا جيم دال نشاهد ما هذه القطعة إذن أحسنتم هي قطعة في شكل شبه منحارفين لفائدة جمعية حماية البيئة لتجعل منها متحفاً وذلك بخمسة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ديناراً فاصل أربعمائة بحسان ثلاثة دينار فاصل أربعمائة وخمسة وعشرون للمتر المربع إذن للمتر المربع الوحد يفوق قيس القاعدة الكبرى قيس القاعدة الصغرى بأربعة وعشرين متراً أحاطت الجمعية قطعة الأرض بجدار قيس ارتفاعه بالمتر واحد فاصل خمسة وسبعين وتركت مدخلاً عرضه بالمتر أربعة فبلغت كلفة البناء ثلاثين دينار للمتر المربع الواحد من الجدار السؤال الأول أبحث عن قيس طول كل من القاعدتين السؤال الثاني أبحث عن كلفة بناء الجدار إذن السؤال الأول أبحث عن قيس طول كل من القاعدتين إذن كذلك أبنائي هناك كلمات توجد في الأسئلة تعتبر معطيات أبحث عن قيس طول كل من القاعدتين إذن أنا أتحدث عن قاعدتي شبه المنحرف كل من يعني كل قاعدة سنبحث عنها عن قيسها إذن نحن أمام مساحة شبه المنحرف نتذكر معا مساحة شبه المنحرف أحسنتم إذن مساحة شبه المنحرف أحسنتم إذن مجموع القاعدتين أي القاعدة الصغرى مع القاعدة الكبرى في الارتفاع على اثنين إذن مساحة شبه المنحرف مجموع القاعدتين أي القاعدة الكبرى مع القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنين إذن بالنسبة لنا سنبحث عن إذن عن قيس كل من القاعدتين عن قيس كل من القاعدتين إذن أولا من هذه القاعدة يمكننا أن نستنتج قاعدة أخرى لحساب مجموعة القاعدتين إذن مجموعة القاعدتين يساوي أحسنتم أبنائي مساحة شبه المنحرف في اثنين على الارتفاع ثم هناك معطى إذن حيث يفوق قيس القاعدة الكبرى القاعدة الصغرى بـ 24 مترا إذن أولا سنبحث عن مساحة شبه المنحرف التي لا نعرفها ثم سنبحث عن مجموعة القاعدتين بما أننا نعرف الارتفاع إذن عبر ضرب مساحة شبه المنحرف في اثنين ثم قسمتها على الارتفاع من ثم سنبحث عن قيس كل قاعدة بما أنهما عددان مجهولان مجموعهما الذي سنبحث عنه سيصبح معلوما والفارق بينهما معلوم بطبيعة الحال يمكننا البحث بتلك الطريقة عن قيس طول كل من القاعدتين إذن أولا سنحسب مساحة شبه المنحرف أبناء الأعزاء مساحة شبه المنحرف تساوي مجموعة القاعدتين في الارتفاع على اثنين لكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في هذا التمرين لماذا؟ لأننا نجهل مجموعة القاعدتين إذن ماذا سنفعل؟ أحسنتم سنبحث عن المعطيات التي تتحدث عن المساح إذن المعطيات التي تتحدث عن المساحة بطبيعة الحال ستكون معطيات نجد فيها ما يذكرنا بالمساحة عندما نبحث في الوضعية إذن أحسنتم إذن ها هو المعطيات الذي يتحدث عن المساحة إذن ثلاثة دينار فاصل أربعمائة وخمسة وعشرون للمتر المربع الواحد المتر المربع الواحد يعني نحن نتحدث عن مساحة إذن هذا المعطيات الأول ماذا سنفعل؟ نعم أحسنتم يجب أن نربط هذا المعطيات والذي يمثل ثمنا بمعطي آخر يكون كذلك ثمان عندما نبحث في الوضعية نعم سنجد هذا المعطيات خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر فاصل أربعمائة والذي يساوي الثمن الجملي الذي فوتت به البلدية في قطعة الأرض لفائدة جمعية حماية البيئة إذن نحن هنا أمام ثمن جملي للأرض وثمن المتر المربع الواحد أحسنتم إذن كيف سنبحث عن المساحة إذن سنقوم بقسمة الثمن الجملي للأرض على ثمن المتر المربع الواحد من هذه الأرض إذن سنجد المساحة بطبيعة الحال نتذكر هذه مساعة شبه المنحرف مجموعة قاعدتين في الارتفاع على أثنين إذن مساحة قطعة الأرض قلنا سنقسم الثمن الجملي للأرض على الثمن ثمن المتر المربع الواحد إذن خمسة والاف وتسعمائة وثمانية عشرة فاصل أربعمائة على ثلاثة فاصل أربعمائة وخمسة وعشرين يساوي ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون متر مربع إذن تعرفنا على مساحة شبه المنحرف والتي تساوي ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون متر مربع الآن قلنا سنبحثه عن مجموعة القاعدتين إذن مجموعة القاعدتين يساوي المساحة في اثنين على الارتفاع إذن المساحة تساوي ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون مترا مربعا والارتفاع يساوي اثنين وثلاثين إذن ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون في اثنين على اثنين وثلاثين يساوي مئة وثمانية متر إذن مجموعة القاعدتين يساوي 108 متر إذن 108 متر تساوي قاعدة كبرى مع قاعدة صغر إذن الآن نحن أمام وضعية إذن حساب عددين مجهولين وهما القاعدة الكبرى والقاعدة الصغر إذن مجموعهما معلوم والفارق بينهما معلوم 24 مترا إذن قيس القاعدة الكبرى إذا أردنا أن نبحث عن قيس القاعدة الكبرى ويمكننا كذلك أن نبدأ بقيس القاعدة الصغر إذن 108 إذن المجموع مع الفارق على إثنين المجموع مع الفارق على إثنين إذا أردنا أن نبحث عن قيس القاعدة الصغر أو الجزء الأصغر إذن المجموع إلا الفارق سنطرح منه الفارقة ونقسمه على إثنين ستعطينا النتيجة 66 مترا عندما وجدنا قيس القاعدة الكبرى يمكننا البحث عن قيس القاعدة الصغر بعدة طرق إما أن نبحث عن قيس القاعدة الصغر بترح الفارق من المجموع ثم القسمة على إثنين أو المجموع سنطرح منه قيس القاعدة الكبرى سنجد القاعدة الصغرى أو القاعدة الكبرى سنطرح منها الفارق لنجد قيس القاعدة الصغرى إذن اخترنا أن نطرح الفارق من قيس القاعدة الكبرى إذن 66 إلى 24 يساوي 42 مترا إذن هذه الإجابة عن السؤال الأول وهو قيس طول كل من القاعدتين إذن القاعدة الكبرى 66 مترا والقاعدة الصغرى 42 مترا تلاحظون أبناء العزاء أننا عند الإنجاز اعتمدنا على قاعدة قيس مساحة شبه المنحرف وهذا يجرني إلى تذكيركم بأهمية حفظ قواعد المساحات فعندما أحفظ قواعد المساحات يمكنني أن أتصر أنطلق من القاعدة الأساسية لقيس المساحة وأفرعها إلى قواعدة فرعية لحساب الأبعاد السؤال الثاني سنبحث عن كلفة الجدار بطبيعة الحال الجدار أين نضع الجدار أحسنتم سنضع الجدار على المحيط الجدار يوضع على المحيط إذن هنا سنبحث عن أولا عن محيط الأرض إذن شاهدوا إذن الجدار سيوضع سيوضع هنا بطبيعة الحال سيترك مدخل قيس عرضه أربعة أمتار يمكننا أن نضعه في أي مكان إذن سنضعه في هذا المكان هذا المدخل يساوي قيسه أربعة أمتار إذن قلنا سيوضع الجدار على محيط قطعة الأرض ومحيط قطعة الأرض وهي الشكل في شكل شبه منحرف تساوي مجموع الأضلاع مجموع الأضلاع المكونة لشبه المنحرف بطبيعة الحال هنا عند وضع الأبعاد سنجد أن القاعدة الصغرى وجدناها 42 متر القاعدة الكبرى 66 مترا إذن والارتفاع 32 متر أحسنتم أبنائي إذن هناك الظلع الرابع والذي لا نعرف قيسه الظلع الرابع لا نعرف قيسه كيف سنبحث عن ذلك؟ دائما الحل عندما لا يكون موجودا في نص الوضعية حتما سيكون موجودا في الرسم لو نشاهد مع بعضنا هذا الرسم إذن هذا الرسم كأنه متكون من شكلين مركبين ما هما أحسنتم أبنائي هذا الشكل كأنه مركب من مستطيل إذن و مثلث إذن هو متركب من مستطيل و مثلث بالنسبة للجزء المستطيل لا مشكلة لدينا بما أن الأبعاد متوفرة إذن العرض أو الطول هنا 42 والعرض 32 هنا المشكلة في هذا الظلع نعم أحسنتم أبنائي هذا الظلع يمثل الوتر لماذا؟ لأننا أمام مثلث قائم الزاوية إذن هذا مثلث قائم الزاوية بطبيعة الحال نحن سنبحث عن الوتر كيف سنبحث عن الوتر؟ والذي يمثل القاعدة نتذكر أبنائي كذلك مساحة المثلثي تساوي قاعدة في الارتفاع الموافق لها على اثنين إذن مساحة المثلث قاعدة في الارتفاع الموافق لها وهنا إذن أؤكد على أنه قاعدة في الارتفاع الموافق لها إذن على اثنين إذن بالنسبة للوتر إذن هو يمثل قاعدة ونلاحظ أن الارتفاع الموافق له يساوي تسعة عشر مترا فاصل اثنين كيف سنبحث عن هذا الوتر أو هذه القاعدة إذن لا بد من البحث عن مساحة المثلث إذن هنا يمكننا نبحث عن مساحة المثلث بطريقة التالية إذن سنبحث إذن بما أنه مثلث قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية عند رسمه به قاعدة وارتفاع إذن به قاعدتان وارتفاعان موجودان عند رسمه وهما الزلعان المكونان للزاوية القائمة لذلك المثلث إذن بالنسبة لنا يمكننا أن نحسب مساحة المثلث عبر ذرب هذه القاعدة في الارتفاع الموافق لها على اثنين إذن الارتفاع معلوم ويمكننا البحث عن قاعدة المثلث إذن حسب الرسم إذن قاعدة المثلث تساوي القاعدة الكبرى لشبه المنحرف سنترح منها القاعدة الصغرى سنجد هذا الجزء إذن تابعوا معي إذن مساحة الجزء المثلث شاهدوا معي إذن عندما سنبحث عن ذلك إذن القاعدة هنا هي تمثل الفارقة شاهدوا معي إذن قاعدة المثلث تساوي الفارق بين القاعدة الصغرى والقاعدة الكبرى إذن القاعدة قاعدة المثلث تساوي 24 مترا إذن بطبيعة الحال 24 في الارتفاع الموافق لها 32 مترا على 2 يساوي 384 مترا مربعا إذن بحثنا عن مساحة الجزء المثلث الآن يمكننا أن نبحث عن قيس الوتر أو القاعدة إذن قيس الوتر آدل والذي يمثل قاعدة في المثلث إذن كما رأينا في تفسير الوضعية قيس القاعدة أو قيس الوتر تساوي المساحة في 2 على قيس الارتفاع الموافق لها نعم أحسنتم أبنائي يساوي 40 مترا الآن يمكننا أن نبحث عن قيس محيط قطعة الأرض بما أننا تعرفنا على كل الأضلع على قيس كل الأضلع المكون لقطعة الأرض إذن بالنسبة إلى هذا الظلع 32 مترا بالنسبة إلى هذا الظلع 42 متر بالنسبة إلى القاعدة الكبرى 66 متر وبالنسبة إلى الوتر 40 مترا يمكننا أن نحسب محيط قطعة الأرض بجمع قلنا أقيسة أضلعه قيس طول الجدار بطبيعة الحال يمكننا أن ننجز ذلك في عبارة عددية إذن هذا هو محيط قطعة الأرض مجموع أقيسة الأضلع ونطرح منه قيس المدخل لنبحث عن قيس طول الجدار إذن المجموع المحيط إذن محيط قطعة الأرض يساوي 180 مترا إلا 4 يساوي 176 مترا إذن هذا هو طول الجدار الآن سنبحث عن مساحة الجدار بطبيعة الحال إذن قلنا هذا الجدار قيس ارتفاعه بالمتر 1.75 الآن إذن لو ننشر هذا المحيط إذن ننشره كيف سننشره إذن كأنني سا إذن شاهدوا معي A B G D إذن هذه قطعة الأرض إذن نحن عند نشرها إذن سننشر ذلك الجدار إذن ستصبح هكذا A B G D A إذن هذا هو الجدار عندما ننشره سنجده الجدار في هذا الشكل بطبيعة الحال ارتفاعه هذا الجدار ارتفاعه 1.75 أحسنتم أحسنتم أبنائي نحن كأننا أمام مستطيل نعم عند حساب مساحة الجدار الجدار سيكون مستطيل الشكل إذن شاهدوا بعد عملية النشر إذن مساحة الجدار إذن تأملوا جيدا في الرسم إذن مساحة الجدار هي طول الجدار في ارتفاعه إذن مساحة الجدار تساوي طول الجدار في قيس ارتفاعه هذا ما يعطينا إذن 176 في 1.75 يساوي 308 متر مربع الآن عرفنا المساحة الجملية للجدار بما أن المعطى الأخير إذن كلفة البناء 30 دينار للمتر المربع الواحد من هذا الجدار إذن كلفة كلفة بناء الجدار تساوي 308 في 30 أي ما يساوي 9,240 دينار في ختام هذه الحساب بناء الأعزاء أذكركم مرة أخرى إنكم يمكنكم الاستعانة في المراجعة للمناظرة بمدونة القسم في الرياضيات والتي يمكنكم تحميلها عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني البدغوجي حظا سعيدا في المراجعة للمناظرة انتبهوا جيدا اقرأوا الوضعيات جيدا وأتمنى لكم حظا سعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر